اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي خبر اخر بدأ انطلاقها قبل قليل وسط تدخلات القوات العمومية لتفرق المتظاهرين باستعمال الغازات المسيلة للدموع تعرف مسيرة شيني اليوسفي مختلف شوارع واحياء عاصمة الريف رفع العديد من الشعارات وتصدح حناجر محتجين بشعارات قوية الشعب يريد صراحة المعتقلة وهي كل موحدة هدول فازد والموت ولا المدلة وبالروح بالدم نفذيك يا ناصر وشهدت الحسيمة منذ صباح اليوم اجراءات امنية مشددة عند نقاط الدخول للحسيمة اضافة الى عمليات تفتيش واسعة تهم الوافدين على المدينة للمشاركة في المسيرة التي دعا اليها ناصر الزفزف سابقا يشارك في هذه الاتنى موسا واروس مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مسيرة 20 يوليوز التي انطلقت للساعة الخامسة بعد زويل اليوم الخميس بحسب ما اظهرته صور نشرها نشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يتقدم مجموعة من المتظاهرين ووسط انباء استعمال القوات العمومية للعنف والغازات المسيلة للدموع في مواجهة المتظاهرين بمختلف مناطق الحسيمة لم يمنع ذلك واروس ابن منطقة بوكيدان التابعة لاقليم الحسيمة خرج مع المحتجين للمطالبة باطلاق صراح المعتقلين هذا وتشهد المسيرة رفع العديد من الشعارات القوية من قبيل الشاب يريد صراح المعتقل وهي كل موحدة هدول فاسدة والموت ولا المدلة بالروح بالدم نفذيك يا ناصر قامت قوات الامن مساء اليوم بمطاردة المشاركين في مسيرة 20 يوليوز عبر المسالك الجبري المؤدية الى الحسيمة وحسب مصدر محلي فان بعض الاشخاص قاموا برشق الامن بالحجارة وانطلقت مسيرات اخرى باحياء سيدي عبد وابريو واحي المنزه قابلتها قوات الامن باعتقالات عشوائية في صفوف المتظاهرين وتم تسجيل حالات اغما بعد استعمال قوات الامن للغاز المسيل للدموع والقوة لتفريق التجمعات في مختلف الاحياء وحسب مصدرنا فان مروحيات للدرك الملكي تحلق في سماء الحسيمة في هذه الاتناء افاد بعض النشطاء ان عناصر الامن تقوم الان بمصادرة هواتف بعض المواطنين الذين يوثقون مسيرة شينيوليوس في الحسيمة وحسب ما عينه مصدر للأيام رباشين فان الامن قام بتعنيف مصور صحفي يشتغل لفائدة منبر اعلام وطني وتابع المصدر ان الامن نجح في تطويق كل الازيقة التي تنطلق منها مسيرات مسغرة وقام باحكام قبضته على ساحة محمد السادس او الشهداء كما يسميها النشطاء حيث يستحيل الوصول اليها اشترك الان اشترك الان